أطلق وزير التجارة والصناعة طارق قبيل خارطة الاستثمار الصناعية التي تشمل الفرص الاستثمارية تكافة المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنفسية والمقاومات الاستثمارية لكل محافظة خلال مشاركتها في المؤتمر أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلا مكرم أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة لترويج الخريطة الاستثمارية وإشراك المصريين في الخارج لتلك الجهود عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل مؤتمرا موسعا في حضور السفيرة نبيلا مكرم وزيرة الهجرة وذلك لعرض وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تشمل الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات والمناطق الصناعية بوقع أكثر من أربعة آلاف فرصة استثمارية حقيقية في ثمانية قطاعات صناعية مختلفة الخريطة الاستثمارية الصناعية دي احنا يمكن منشتهل فيها بأنه أكثر من سنة في 200 باحث نزلوا مسحوا كل المناطق الصناعية الموجودة في مصر كل مصنع موجود في داخل المناطق الصناعية درسنا متخلات ومخرجات الانتاج بتاع هذه المصانع درسنا عدد العمالة نوعية العمالة لأنه كل هذه المدخلات دخلة في شكل هذه الخريطة مهمتي أنا كوزيرة للهجرة أنه أنا أروج لهذه الخريطة الاستثمارية في الخارج المصريين في الخارج طبعا بالتأكيد اهتمام الدولة بيهم بيتزايد من يوم عن يوم وحضرتك شوفت أكيد أيضا في زيادة في التحويلات المصريين من الخارج لمصر هذا وقد تم التأكيد أن الخارجة تتيح للمستثمر التعرف على المعلومات والبيانات الأولية عن كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وغيرها من المعلومات التي تواكب التغيرات المحلية والإقليمية والدولية وهو ما يسهم في تبوء مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي